مساء الخير النهاردة بقى حكايتنا حكاية حكايتنا النهاردة السندريلا سعاد محمد حسني هنقول كده نبزة مختصر عن حياتها وبعد كده بقى هنخش في الصمي اتولدت سنة 1934 من قب سوري وامة مصرية فيه ناس بتقول انها تولدت في دمشق وفيه ناس بتقول انها تولدت في قاهرة لها 16 اخ واخت ما شاء الله من ضمنهم كانت نجاة الصغيرة كانت في البرنامج الازاعي بتاع باب شارو بعدها على طول دخلت المسرح في مصرحية هاملت شافها المخرج هنري براكات وقدمها على طول علشان تعمل فيلم حسن ونعيمة وبصراحة عملته كويس جدا كل المنتجين انبهروا بيها وكل المخرجين انبهروا بيها وتوالت عليها الاعمال من حسن ونعيمة دي كانت نقطة انطلاق سعاد حسني اهم عملها خلي بالك من زوزو صغيرة على الحب اخر اعمالها كان الرعي والنساء لحمة زكي راحة ختامي هامس كان فيلم حلو قوي اتجاوزت كم مرة اتجاوزت خمس مرات اول زجاتها كانت عبدالحليم حافظ ودامت ست سنوات طبعا كان سري كان جاوز عرفي سري محدش كان يعرف خالص الاعلام معرفش الا بعد وفاتها اكدته اختها جنجا ومفيد فوزي وانكاريته عائلة عبدالحليم حافظ اتجاوزت بعدها المصور صلاح كريم الزواج ده دام حوالي سنتين بعدها انفصلت واتجاوزت المخرج علي بدرخان دي كانت اطول زيجة للفنانة سعاد حسني دامت حوالي 11 سنة بعدها انفصلت بعدها اتجاوزت فاطينة عبدالوهاب ابن الفنانة ليلى مراد وده بقى الجواز ده ما دمشي شهور بصراحة بعدها انفصلت واتزواجت كاتب السيناريست مهر عواد وده كان اخر زواج لها وتوفت واي على زمته اقويل كتير قوي عن وفاتها قبل اي حاجة بس انا عايز اقولكو حاجة لازم كلنا نعرفها قبل ما نبتدي اي كلام سعاد حسني وفنانين كتير قوي من جيلها كانوا بيعاني مشكلة وحشة قوي بصراحة في الفترة دي كانت المخابرات النصرية بتستغل الممثلين والفنانين انهم يجندوه عشان يعرفوا اخبار من سياسيين كبور فكانوا دايما بيبتزوهم بيصورهم صور غير لائقة وفيديوهات غير لائقة فبيبتزوهم فكان غصبا عنهم بيضطروا ان هما لازم يعملوا الحاجات دي ومن ضمنهم كان السعاد حسني مين بقى كان متولي العمليات دي؟ صفة الشريف بس بصراحة كان السعاد بترفض وكانت دايما تتهرب منهم بس انتوا عارفين المخابرات المصرية محدش يقدر يهرب منها نرجع بقى لمعاناة سعاد حسني مع المرض كانت بتعمل فيلم استعراضي وقتها وكانت عملت حركة غلط ادى الى اصابة في العمود الفقري وفي نفس الوقت اصيبت بالعصب السابع ادى لشلل في الوجه والعين طبعا اخدت ادوية من ضمنها الكورتوزون علت الوزن اكيد طبعا نفسيتها تضمرت وكانت عندها اكتئاب كانت تعبانة نفسيا ده غير اسنانها اللي كان عندها شاشة في العظام ومغيرة تقريبا حوالي 22 سنة طيب يا جماعة فين الفلوس؟ هتتعالج ازاي؟ في الوقت ده راحت طلبت من صفوة الشريف انها تتعالج على نفقة الدولة بس بر مصر طبعا رفض ما بيعملش خير اصلا في الوقت ده كانت بتقدم سعاد حسني اشعار ومويل لصلاح جاهين وكانت بتاخد عليهم مبالغ كده صغيرة كانت بتقدر تعيش بيها لحد ما سفرت لندن عشان تتعالج سفرت سعاد حسني لندن ودخلت المصحة قعدت فيها ثلاث شهور الحمد لله عملت عمليات الحمد لله بقى كويس غيرت سنانها خست ونزلت في الوزن 14 كيلو حتى الاكتئاب اللي كان عندها مزيادة الوزن والضغط اللي هي كانت فيه الحمد لله بقت كويسة ونفسيتها بقت احسن خرجت سعاد حسني من المصحة يوم الاربعاء 20 يونيو 2001 راحت فين بقى على برج الموت ستيوارتار بلندن البرج ده فيه شقة بتاع صاحبتها نادية يسري اكيد كلنا سمعنا عنها وشوفنا ان كلامها متضارب واحدة كده غريبة وصراحة وانسانة غريبة جدا صراحة يعني بترتحلاش نفسيا بس هي كانت صاحبتها راحت قعدت عندها لانها طبعا يعني كان امكاناتها محدودة فقال نزلت عندها معاها في الشقة اللي فيها وكانت في الدور السيدس ده كان قبل وفاتها بيوم كان يوم الاربعاء هي توفت يوم الخميس اتقدم لها في الفترة دي عرض مغري جدا من سرع عربي عشان يشتري المذكرات بتاعتها مذكرات سعاد حسني يا جماعة يعني عرض مايتفوتش وبمبلغ حلو جدا وهي اكيد كانت محتاجة يعني وفعلا عرض جالها واي حد مكانها كان هيعمله بس المشكلة هنا بقى ان هي كانت مجندة من قبل المخابرات المصرية مخابرات المصرية يا جماعة ازاي بقى تكتب مذكراتها دي حاجة صعبة جدا سعاد حسني ملعبتها الصحي المرضي وما سمعتش كلام اصحابها اعتماد خرشد قالت لها دي كانت اقرب المكربين لسعاد حسني والطول على تواصل معاها وهي في لندن قالت لها بلاش بلاش يا سعاد بلاش هتتقتلي بس سعاد ما سمعتش الكلام للأسف تعالوا بقى يا جماعة نحلل المشهد اللي سعاد ماتت فيه بزمتكم انا راضي زمتكم وفي حد ينتحر الموتة السودة دي واحدة بتعاني من الاكتئاب وعندها مهدئات وادوية ما تبلع لها كده حبيتين 3-4-5 اللي علبة بحالها واتنم في سريرها وبرضه هتبقى انتحار وهتبقى موتة معززة مكرمة بدل ما تتبهدل كده وترمي نفسها من الدور السادس يعني انت عيالي العقل بيقول كده ولا انتوا شايفين ايه طيب طيب ده اولا طب ثانيا بقى السلك بتاع البلكونة كمان في سلك في البلكونة ده ايه العذاب ده يا ربي يعني انا يوم ما انتحر هيكون في سلك في البلكونة هجيب حاجة كده عشان اقصه واتعب نفسي وقف على حاجة عالية وقص قص السلك السلك ده يا جماعة بيدخلش الطيور في البلكونة فكانوا حطينه عشان كده يعني لاتفتكروا حاجة تانية هطلع قص السلك عشان خطر انط من البلكونة انا كرانيا مش هعملها بس يعني هي عملتها ماشي مفيش مشكلة طب نعديها طب فين المقص هي قصة السلك ازاي اكدت المباحث الجنائية البريطانية اني ما كانش فيه ادى القصة السلكة اصلا ولا مقص ولا قصصفة ولا اي حاجة طيب المقص اللي هي قصة بي راح فين نزل معها مثلا تحت ولا خبته وراحت انتحرت الله اعلم طيب طيب سالسا بقى هو اللي هيندحر ده ويجي ينط من البلكونة او ينط من الشباك مش هينزل مباشرة كده تحت البيت ولا هيبعد يعني انا ده وقت حدفت حاجة تنزل كده تنزل كده عمودية اللي خلاها تنزل كده بصراحة دي حاجة غريبة جدا اول مرة اسمع عنها يعني دلوقتي معايا جنيه وقف البلكونة وهرمي نفسي او هرمي الحاجة دي هرميها كده هتنزل تحت البيت مباشرة لكن مش هتنزل كده الا بقى لو ايه الا بقى لو انا حدفته انا حدفته فحدفته فهيبعد حوالي خمسة متر تقريبا زي جستها تخيالوا جستها كانت تحت البيت على بعض خمسة متر طب هي سعد حسني ليها جناحات مثلا ليها جناحات هتوفع لحرف الشباك وهتقفز عشان توصل للخمسة متر دول برضو حاجة غريبة جدا بصراحة ممكن تكون هيرو مثلا الله اعلم طيب طيب رابعا هو انا لو بقعت من البلكونة مش هكسر تفتكروا هكسر ولا هيجرالي ايه تخيلوا سعاد حسني وقعت من الدور السادس من غير ولا كسر مفيش ولا كسر ولا كسر ولا اصباح حتى حاجة غريبة جدا هو فيه ايه تحيس انها ما قعدش اصلا تحيس ان حد كده نزل حطها تحت البيت بخمسة متر ما قعدش ازاي تقع من فوق من غير ولا كسر ولا كسر الله اعلم طيب طيب خامسة تخيلوا كده يا جماعة اه من ست دور ومنزفش ولا نقطة دم لا اذن ولا انف ولا فم ولا حتى دماغة انفجر ولا ايه حاجة حاجة غريبة جدا هو ده ممكن يحصل تفتكروا تفتكروا ممكن تكون ماتت فوق ازاي جسم زي سعاد حسني يرتطن بالارض ست ادوار وما يحصلش نزيف يا جماعة ازاي الا في حالة واحدة انها تكون تقتلت فوق توقفت الدورة الدموية لما وقعت ما يحصلش نزيف هو ده الحل المنطقي للي احنا بنقوله وغير كده اللي بيتكلم مجنون واللي بيستمع عائل مقدرش اقول غير كده والله اعلم طيب 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 خلينا كده نرجع للشهود الشهود قالوا ايه يا جماعة قالوا الشهود قبل الحادث ان كان فيه صوت ضبيج ودوشة وزعيق وخناقة بالبلد كده خناقة في الدور السادس اللي سكن فيه سعاد حسني طب يعني كان فيه خناقة هو كان فيه صوت كان فيه ضبيج كان فيه زعيق في الشقة يعني سعاد كانت فوق في الوقت ده طب يا له كانت ناوية انتحر اللي كان فوق بيتخنقوا دول ما ما منوعاش من الانتحار ليه ولا تفتكروا هما كان سبب وفاتها والله اعلم طيب طيب طب خلينا كده الروح التقرير الطبي الشرعي البريطاني قال ايه كان بيقول ايه بقى التقرير الطب الشرعي اولا خبطة قوية جدا في الرأس خبطة قوية جدا يعني الجمجمة كانت متهشمة تقريبا فخبطة قوية جدا في الرأس وكده مات متفرقة من الجسم يعني اللي مسك سعاد دا يعيني دا حتة علقة تمام علقة سخنة عملها كده مات بقى ودي من هنا الهنا الهنا لحد ما زرق لها جسمها كله فيعيني خدت علقة بانتلازينة انتو بقى شايفين ايه الكلام دا كله والتحليل اللي احنا حللنا دا كله انتو شايفين ايه ياريت تكتبولي تحلي في التعليقات عشان انا خلاص الموضوع دا جنيني بقى مانة خلاص يعني مش عارف اقولكو ايه بس عايزة بس اقول حاجة اخيرة كده في الموضوع دا ياريتك يا سعاد سمعت كلام صاحبتك قالتلك بلاش قالتلك بلاش بس هو نصيب وهسيب الحكم لكم في الاخر وده كان الفيديو بتاع النهاردة ياريت لو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس مع السلامة